السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبنا الكرام في الدرس الرابع من دروس تعليم الخياطة للمبتدئين من الصفر إن شاء الله الدرس الأول اتعلمنا ناخد المقاسات على المانيكان الدرس الثاني أو على الجسم الدرس الثاني اتعلمنا إزاي نعمل بطرون الصدر على نفس المقاسات اللي أخدناها على المانيكان الدرس الثالث عملنا بطرون الضهر اللي قدام حضراتكم ده الدرس الرابع إن شاء الله بقى هنتعلم إزاي نطلع بطرون الكوم أو حردة وإزاي نعرف نحسب حردة القبط بطريقة صحيحة وإزاي إن احنا نطلع بطرون الكوم كامل طبعا إحنا قصينا السدر في الدرس اللي فات الدرس ده بنقص الضهر بنفس الطريقة الدروس دي يا جماعة دروس تعليمية أنا مش بجرد دروس كده وخلاص كل خطوة أنا بعملها بحاول إن أنا أعملها قدامك وبهدوك بنفس الطريقة كده علشان الدروس دي دروس تعليمية مش إن أنا مثلا ننزل فيديو على اليوتيوب كده وخلاص لا لازم تعرفوا كل كبيرة صغيرة يعني أنا أنا توجيه المقصص زي كده والطريقة اللي بنوجه بيها وببتدي منين وبنتهي فين كل الكلام ده دي دروس تعليمية يعني مفيدة جدا ليكم فطبعا الشروحات دي بتبقى شروحات بهدوك علشان كل صغيرة وكبيرة قلنا أنتم بتستفيدوا منها عندنا دي بترون الضهر لازم نخلي بالنا ونكون أزكية كده أنا بعمل راء واحد علشان أو فرقه في الورق عندنا البترون كده زي ما انتم شايفين دي كده ده خط في النص الوقت المفروض يكون البترون بتاع الضهر متنية طبقتين زي كده طبقة يعني البترون اللي قدام حضراتكم ده كده كامل هكون في طبقة كمان أيوة بنفس الطرق يكون متنية جوا كده يعني زوجي تمام فاحنا بنعمل فردي علشان نوفر في القماش وفي نفس الوقت نوفر في الورق قدام وحضراتكم كده علشان انتم تبقوا يعني آآ آآ كل حاجة واضحالكم كده زي ما حضراتكم شوفنا احنا قصينا بطرون الضهر وهنا بطرون الضهر لو لو ماش معجز معاك أو في أي حاجة أو عايزين تعملوا واصلة في نص الضهر بتعملوا طبقتين طبقة فوق زي كده وطبقة تحت طبعا أنا مش هنعمل واصلة ولا أي حاجة احنا هنقص الضهر بنفس الطريقة كده وهنعمل الضهر طبقتين يعني يفرد يعني نخلي الضهر حتة واحدة تمام واحنا بنبتدي بنتعلم ازاي نعمل بطرون بالطريقة دي كده بطرون سهل الأول علشان يبقى عندكم ثقة في نفسكم وتعرفوا ان انتم تشتغلوا وما تيقسوش كده احنا حطينا الضهر السدر على الضهر بنفس الطريقة كده هنتعلم بقى ازاي نعمل بطرون الكوم من نفس مقاسات الصدر اللي قدام حضراتكم ده جمعة هنركز مع بعض وهنمشي مع بعض خطوة خطوة كده دي انا بوريكم طبقة الكتف السدر على الضهر بنفس الطريقة كده هتتخيط بنفس الطريقة كده تمام وشفنا الصنطي بتاع السدر اللي داخل جوه والصنطي بتاع الضهر اللي احنا طلعناه تاني في بطرون الضهر تمام وقلنا وظيفة الصنطي اللي بندخل بيه جوه ده في الصدر وظيفته ايه اه وقلنا كمان ان احنا عندنا لو عايزين البنضة بتاعتنا مفتوحة او البلوزة بتاعتنا مفتوحة او الشميز بنعمل بنضة عرضها تلاتة سنطي بنفس الطريقة كده لو عاوزين البلوزة او الشميز بتاعنا مقفول بيه اه نيخليه بيبقى ده تبقطين اتنين ومقفول كده مفيش اه بندة تلاتة سنطي ولا اي حاجة ندخل بقى في الشرح بتاعنا المهم بتاعنا كده احنا عندنا بطرون الكم العرض بتاع الكم بتاعنا قد ايه يا جماعة هنقرف نطلعه ازاي اول حاجة عرض الكم بتاعنا ده عرض الكتفي معايا اربعين سنطي او تمانية وتلاتين سنطي تمام تمانية وتلاتين سنطي انا يبقى نصها تسعتاشر سنطي هنقول مثلا عشرين سنطي ونعمل عرض الكم بتاعنا بنفس الطريقة كده اعملنا العرض بتاع الكم عشرين سنطي هو المفروض نص عرض الكتفي تسعتاشر بحنا بنقول عشرين مفيش مشكلة علشان احنا عايزين اتنين سنطي زيادة في الكم نفسه ويرياحوا معنا في الكم هنعمل برضو عشرين سنطي من تحت بنفس الطريقة كده كده حددنا العرض بتاع الكم باقلنا الطول بتاع الكم بتاعنا هنا برضو هعمل عشرين سنطي في النص لو هتشتغلوا بمصطرة صغيرة وصيرة مصطرة طويلة خلاص هنتنوصل الخطوط دي بعضها كلها ثلاث نقط بتاعنا احنا عملنا عشرين سنطي تمام كده انا حددت العرض بتاع الكم هاشوف طول الكم بتاعي كان برضو وهنحاول ان احنا نمشي مع بعض خطوة خطوة طول الكم بتاعنا احنا عندنا في بعض المقاسات الكم شوية بيبقى طويل وكم قصير احنا عندنا الاول هنطلع السقود بتاع الكم بتاعنا دا دي عندنا المنطقة دي تعتبر اعلى منطقة في الزراع اللي هي فوق الكعب شوية دي دي تعتبر ادخن منطقة في الزراع بناخد متاخدوش من تحت من هنا خد من فوق من هنا عشان دي بتبقى مليانة شوية تمام تاخدو دوران بالمزورة كده بنفس الطريقة كده ونشوفو هيجمع معانا كام في دراعات بتبقى عريضة مليانة جامل وفي دراعات بتبقى قليلة فاحنا علشان نشتغل بطريقة صحيحة بناخد العرض بتاعنا بنفس الطريقة كده تمام وبنشوفو يطلع معانا كام طلع معانا لما صلع النبي يطلع معانا 36 سانتي 36 دي بنزود عليها كمان 3 سانتي يبقى معانا 39 سانتي 39 دي بقسم على طلاثة طول هنلاقيها 13 سانتي اصبح عندنا السقوط بتاع ترمبية الكوم نحنا بنقول عليها ترمبية كوم او سقوط كوم لحضراتك المصطلحات لما حد يجي قدامك يبقى انتوا فاهمين كل حال كده احنا حددنا سقوط الكمة بتاعنا الطول بتاع الكمة بتاعنا بقى يا جماعة لازم ناخد بالنا ان احنا شغالين على مقاس 42 في بعض الزراعات بتبقى طويلة وزراعات قصيرة هنا احنا هنشتغل على الكمة 60 سنتي وده يعني زي ما قلت الحضرات كنت بتشتغل على الدراعة اللي قدامك بقى وهزود حوالي 4 سنتي مترافية بتاعت الكمة لو انا هعمل الكمة من غير اسورة اما لو هعمل الكمة باسورة طبعا انا بأثر الكمة 2 سنتي وبحاول ان انا اضيف الاسورة بتاعتي كده احنا حددنا الطول بتاع الكمة والعرض بتاع الكمة بقى لنا المعصم او منطقة اليد اللي هي دي بناخد مقاس كده برضو بنفس الطريقة كده دوران اه الايد كده او رست اليد كده بنفس الطريقة وبنزود برضو حوالي 3 او 4 سنتي هيطلع معانا 12 سنتي يبقى 24 سنتي بنفس الطريقة كده هنا بقى يعتبر الصعب معايا خلص السهل اللي جاي السهل اللي جاي نشد خط كده هنا بقى تخلي بالكم الحدة دي الخط تعنا يعني هو المفروض ينزل تحت كده ما ينفعش لازم نفتح لبرا كده شوية النقطة دي مهمة جدا تخلي بالكم منها ما تستطروش بيها علشان وانتو بتتني الكم هتزبط معاكو كده وانتو بترفي الكم بالماكن هتزبط معاكو كده لو طلعت بيها كده هتتنى كده غلط كده غلط لازم افتح لبرا شوية علشان وانا بتني الكم تريحني الحاجة دي كلها تلاحظوها انتو شغالين هنا بقى لنا المنطقة اللي فوق بقى بتاعة راس الكم او ترمبت الكم هنقسم المستطيل ده اتنين كده ونخلي بالنا حاجات بسيطة بس هنعملها اولا بقسم المسافة دي على اتنين وبعدين اقسمها على اربعة اقسم دي برضو كمان على اتنين ودي برضو كمان على اتنين حاجة بسيطة بس هنعملها اهو بالمزورة بتاعتنا كده هنطلع من فوق من هنا نزود اتنين سنتي فوق نطلع اتنين سنتي فوق وهنا هنزل سنتي واحد تحت ووصل النقط دي بعضيها بالراحة كده بمنطقة نقطة المركزية اللي في نص الكم دي دوران بالراحة واحدة واحدة دروس بتاعتنا جماعة بشويش واحدة واحدة علشان دروس بتاعتنا تعليمية اللي حابب يعني اه يعني مسلا يعني ياخد الدورة كاملة بطريقة صحيحة بيحاول يشاهد الفيديو للنهاية وطبعا بيقدر لتعابنا احنا ممكن نشرح بسرعة شوية في ناس ممكن تشتغل بريجة كده وفي الناس ممكن تشتغل يدوي انا عن نفسي هنلغي الريجة دي خلص ونشتغل يدوي علشان الناس اللي هتشتكي من الريجة هنعمل كده زي ما انتم شايفين نقط كده بالراحة وننزل على النقطة المركزية دي كده اهو كده الكم بتاعنا ترمبت الكم بتاعنا تعملت او رأس الكم بتاعتنا تعملت اعزين تشدوا خط بقى كده وصلوا النقط بالراحة زي ما انتم شايفين كده ترمبت الكم بتاعتنا تعملت خط ده ملغي خالص ده ملغي اجدعوه بيه انا عملته بس عشان نشتغل عليه لانا شديت شرط عليه ده طبعا احنا عندنا الكمة يا جماعة في السدر داخلين سنتي الجوه تمام والدخر تلعين السنتي تاني البرا لازم ان احنا نخلي بالنا من الحتة دي ونعمل نفس الشغل بتاعنا خلي بالكم ان انا راسم الكمة ده على نصف كمة بس فطبعا المفروض الكمة يكون مرسومة على اتنين ونفرض الكمة بتاعنا ونعمل السدر الواحد والظهر الواحد بس بس بسيطة خالص بنسيب من هنا اتنين سنتي تمام ومن تحت برضو اتنين سنتي علشان السنتي اللي هننزل بيه ونقصه لو ننزلنا بيه للاخر هيعجز معنا واحنا بنقفل الجنب بتاع الكمام فاحنا هنعمل ايه بقى الاتنين سنتي اللي احنا سيبناهم بعديهم بقى كده وانزل سنتي واحد كده اهو داير ميدور مع نفس حردة الكمة القديمة اهو الحد الاتنين سنتي هنا اواجي اخلي الكمة كله يساوي بعضه برضو تمام اهي النقط اللي هي السنتي اللي هو اللي ناقص ده بيركف في الستر اما السنتي اللي زايد في الكم بيركف في الظهر علشان تبقوا يقضين بالكوا كويس ومركزين طبعا الكمة بتاعنا واحنا بنخيط هنعوز نجسم حاجة زي كده الكمة بتاعكو بتقصوه بنفس الطريقة وبعدين على المكناة بقى بنجسم الكمة بنفس الطريقة دي كده هنقضوا علشان كل حاجة تبقى واضحا لكم ده كده دي خياطة المكناة اللي هنعمل عليها تمام علشان الكمة بس ما يطلعش ديق معاكو ولا اي حاجة لكن ده المتابع الخياطة هنخيط بنفس الطريقة كده كده الكمة بتاعنا يعتبر خلص بنسبة 100% وشرحنا فيه جميع التفاصيل كل صغيرة وكل كبيرة نشوف بقى نراجح حردة القبط بتاعتنا مع مع دوران الكمة ونشوفهم ازاي هاته طبقوا مع بعض ولا هنلاقي حاجة كبيرة وحاجة صغيرة الحاجات دي برضو لازم تاخدوا بالكو منها وقلنا ان الكمة بتاعنا اللي احنا رسمناه ده لازم نخلي فيه اتنين سانت زيادة تمام وطبعا لو هنعمل اسورة بنقص شوية كده ونزود قيمة الاسورة زي ما انا بشاور كده بالزبط و الكمة بتاعنا زي ما تشايفين كده لو هنعمل اسورة بنقص الكمة شوية طبعا الحاجات دي كلها لازم تاخدوا بالكو منها علشان قيمة الاسورة طبعا بتبقى حوالي 6 سنتي او 5 سنتي ما تبقاش تخلي الكمة طويل زيادة عن اللازم كده الدنيا معاكو تبقى تمام يعني نشرح ان نشوف دوران الكمة مع دوران حردة الابت ونشوف الاتنين هتطبقوا مع بعض ولا هيبقى فيه مشاكل علشان الشغل بتاعنا يبقى مزبوط لازم بس نخلي 2 سنتي في الكمة بتاعنا علشان الكمة بتاعنا لما يكون فيه 2 سنتي يقلب لبرا كده وتكون الدنيا تمام لكن لو حصل عكس الكمة اصغر من حردة الابت او جير الكمة هيبقى فيه مشكلة كبيرة بنمشى بقى بالمزورة كده ونشوف او نتاكل من شغلنا صحة بالغلط ونشوف الدوران بتاع راس الكمة يعني هي تطابق مع حردة الابت او جير الكمة ولا لا بنقيس الجير بالراحة كده بتاع الكمة او دوران الكمة الاول بنفس الطريقة كده نشوف هيطلع معانا كام طلع معانا 25 سنتي نشوف الدوران بتاع الجير الكمة برضو الاتنين مع بعض كده ونقيس برضو بعد ما نعمل السنتي بتاع الخياطة نشوف الدنيا تطلع معانا كام نلاقيه 23 سنتي احنا اتنين سنتي دول زودناهم في الكمة علشان واحنا بنركب الكمة نخلي الكمة يكون تحت كده على المكنة والجزء الجسم نفسه فوق علشان الكمة بتاعنا يقلب ويكون في زيادة خفيفة كده تقلب معانا تدينا قلب تكمة كويسة والدنيا معانا تبقى تمام كده شغلنا تمام مية في المية او الف الالف بنقص بنفس الطريقة بتاعتنا واحنا بنقص بنقص بيعني الحقيق الجزئيه دي انا نبيهت عليها قبل كده منبرنا بنفس الطريقة كده اوسع شوية وبطلع شوفوا انا بقص يا جماعة بقص على برضو الرسمة الاولانية اللي جورة علشان الرسمة اللي جوا دي هعملها بالمكنة علشان الكمة بتاعتنا راس الكمة بتاعتنا بنشتغل كده بنفس الطريقة نخلي بالنا ان السدر هندخل بي واحد سنتي تمام اهو السدر هندخل بي واحد سنتي والضهر بتاعنا مش هندخل بي حاجة كده خلصنا نقص الكمة بتاعنا نشوف بقى الدنيا هتطبق مع بعضها ولا لا نحط الاثنين على بعض كده علشان يا جماعة يعني حردة او تطابق حردة القيبة مع جير الكمة دي بتبقى مشكلة كبيرة او مع بعض الناس شوفوا كده ده تركيب الكمة بتاعنا اهو يا دوب يا دوب رامى اتنين سنتي بالزبط معايا سنتي واحد سنتي واحد ده زوجي يجيب معانا اتنين سنتي كده الدنيا معانا تمام الف الالف الشغل بتاعنا مزبوط مية في المية كده تطمنوا ان انتوا تركيبوا الكمة بطريقة صحيحة والكمة يبقى مزبوط معاكم ميحصلش تشريب او كشكشة في الكمة ولازم زي ما قولنا نخلي الكمة بتاعنا في اتنين سنتي زيادة علشان الكمة بتاعنا يقلب قلبة كويسة والدنيا معانا تبقى تماما وقلنا ان الخياطة الداخلية دي اللي هي السنت اللي هندخل بلده ده هيبقى يركب في الصدر يا جماعة في مطيقة الصدر الامامية دي علشان احنا داخلين بها واحد سنتي والناحية التانية هتركب في الظهر علشان مزودين فيها واحد سنتي عن الصدر دنيا معانا تبقى تماما وقلنا برضو احنا بنعمل الحرده السنت اللي بندخل بلده لجوه ده ما بننزلش للاخر خالص بنسيب اتنين سنتي علشان احنا بنقف لكم الدنيا معانا تبقى تماما وقلنا برضو في الحتة دي ما ننزلش بالرسم على طول مباشر لازم نفتح لبره شوية علشان لو نزلنا مباشر هتعمل كده معانا بنفس الطريقة اتعجز معانا واحد سنتي كده او سنتي ونصر زي ما انتم شايفين واحنا بنقفل الكم كده هتضطروا عشان تجيبوا الحتة التانية تي تخيطوا زيادة الكم معانا ممكن يديا لكن احنا هنعمل كده بنفس الطريقة هتطلع معانا دي واحنا بنخيطها هنشيلها بالصرفلة او هوريكو برضو تقفله على المكنة بدون سرفلة خالص علشان الناس اللي ما عندهاش سرفلة كده خلصنا الشغل بتاعنا الدنيا تمام الى اللقاء في ترسي قادم بطرون اللياء والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا